والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم أخوكم طارق الجاسر خلونا نبدأ مع مراجعة أفضل سماعات الغاء للضوضاء على حسب قول سوني وهي سماعة WF-1000XM5 محتويات العلبة تجينا علبة السماعة تجينا الكابل أو الأسلاك الخاصة بالشحن وعندنا أيضا غيرات بحسب الأحجام small و medium و large بحسب يعني توازنها مع أذنك الميزة في سدادات الأذن وكأنها مصنوعة من الرغوة يعني تتشكل بحسب تجويفات أذنك شيء جميل فعلا يعني هذا يعطينا مؤشر أنها تغلق كافة الفجوات هذا حجم السماعة باليد مكتوب عليها علامة سوني والمايكروفونات والمستشارات بالخارج من الخلف فيه زر الزر هذا مخصص للاقتران وهي تقترن مع جهازين بنفس الوقت العلبة زي ما تشوفون باللون الأسود هذه السماعتين اليمين واليسار ونفس السدادة اللي مصنوعة من الفوم ومادة خاصة لشركة سوني وطبعا السماعات طالع منها دبوسين كمكان للشاحن مجرد أنك فقط ترجحها للعلبة على طول هي تبدأ بالشاحن هذا شكلها خلال لبس فيه على الأذن طبعا نقرة واحدة مطولة هذه تشغل لنا يعزل الضوضاء وتلغيها نقرة واحدة سريعة ممكن تشغل لنا المقطع نفس الشيء نقرة ممكن تغلق المقطع وممكن ترد على المكالمة عندنا نقرتين وعندنا ثلاث نقرات وتقدر عن طريق تطبيق الخاص بالسماعات أنك تعدل وش هي الأوامر بحسب نقرات الأذن تتعندهم معالج أيضا إلغاء الضوضاء على الدقة اسمها QN2E يوفر جودة غير مسبوقة في إلغاء الضوضاء وفي ميزة عجبتني مرة رهيبة إذا شغال عزل الصوت وما تقدر تسمع الأشياء اللي حولك وجاء شخص وكلمك أول ما تنطق مثلا كلمة هلا على طول يتوقف عزل الصوت وبعد ما تسكت بكم ثانية يعرف أنك أنهيت المحادثة يرجع يشتغل العزل وأيضا حتى لو أنك تسمع لمادة صوتية بترجع تشتغل أحد أهم المميزات والرائعة واللي عجبتني إيماءات الرأس إذا جاء لك اتصال تقدر تهز رأسك يمين ويسار أو تلفه يمين ويسار وعلى طول رح يعطي مشغول للمتصل بالعكس أيضا إذا تريد ترد على اتصال ارفع رأسك ونزله كأنك موافق زي اللي هو ظاهر لكم هنا وهذه يعني بعض التلميحات من نفس التطبيق السماعة مخصصة لعدة سيناريوهات مثل الاستماع للموسيقى العمل الاسترخام ممارسة الألعاب التمرين البث السفر التنقل خصوصا مع الضوضاء استخدمتها بالطائرة وتعرفون يعني درجة الصوت بداخل الطائرة يعني كان دائما تسمع المحركات حولك وضجيج فاذا لبستها راح يقلل لك نسبة الضجيج بشكل عالي جدا عشان يعني وانت بداخل هذه الرحلة تكون في هدوء من ناحية البطاريات يوفر عمر البطارية الى ثمان ساعات الشحن السري ايضا تدعمها يعني لو تشحن ثلاث دقائق يوفر لك الى ستين دقيقة من التشغيل اما من ناحية المقاومة خصوصا اللي يستفسرون هل نقدر نستخدمها في ممارسة الرياضة فهي مقاومة للماء بتصنيف او بمعيار IPX4 اتمنى اني اعطيتكم في هذه المراجعة تجربتي المميزات والمواصفات اللي موجودة بداخل هذه السماعة الجميلة وعلى فكرة هي بدأ الطلب المسبق عليها من 1 اغسطس من عام 2023 بحط لكم رابط هذه السماعة التفاصيل والمواصفات والمميزات والشراء اذا اعجبكم المقطع يريد تضغطون على زر الاعجاب وشرفوني بالاشتراك او الفالو والتقيكم في مراجعة اخرى وفي امان الله اشتركوا في القناة